موسيقى مساء الخير أهزائنا المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم حكايات فنية حلقتنا النهاردة عن نجمة من نجمات الزمن الجميل شخصية قوية وجدعة بنت البلد هي سمارة هي شباب امرأة هي أم العروسة هي النجمة الكبيرة تحية كاريوكا ميلاد الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا في مدينة الإسماعيلية في 22 فبراير 1919 كان والدها متعدد الزواج تجوز أكتر من مرة وبعد وفاته إخواتها أصروا أنها تعيش معهم ومع جدتهم أم والدهم وخلوا والدتها تعيش بعيدة عنها وكانت عاشت حياة قصية جدا بعد وفات جدتها وتولى يعني عاشت عند أخوها فترة كبيرة جدا اللي هو أخوة أحمد النيداني وإسمها الحقيقي بدوية محمد علي النيداني بعد وفات جدتها ووفات والدها أخوها أحمد للأسف كان بيعملها بشدة جدا كل ما تروح مثلا تهرب عشان تروح لأمها من التعذيب اللي كانت بتشوفه كان بيكتف رجليها بسلاسل ويربطها علشان ما تهربش مرة تانية وفي مرة من المرات كان فيه فرح وجدت تحيي الفرح الفنانة سعاد محاسن كترة قصة وفنانة مشهورة جدا في الفترة دي وفي الفرح بنات كتير طلعوا يرقصهم ومنهم تحية كاريوكا بس يعني لفتت النظر إليها جدا وبعدها أخوها على طول ضربها ففكرت اللي هي لازم تهرب من التعذيب اللي شفته واللي ساعدها على أنها تهرب وتروح القاهرة ابن أخوها اسمه عثمان ادالها فلوس كان معاها حوالي خمسة ساغ وهربت وراحت على مصر علشان تروح للفنانة سعاد محاسن راحت ملقتهاش وبعدين سألت عليها قابلوها ناس قالوا لها احنا راح نلها اسكندرية ده هي في اسكندرية الأيام دي راحت لها اسكندرية وقالت لها أنا هربت من تعذيب أخويا والبهدلة اللي أنا عايشها معاها قالت لها لأ أنا لازم أكلم أهلك يخضوكي ما ينفعش أتحمل مسؤوليتك قالت لها هموت نفسي أرجوكي شغليني في أي حاجة فطلعتها تشتغل أدوار صغيرة كده في الاستعراضات اللي كانت بتقدمها سعاد محاسن وبعد فترة سعاد محاسن بطلت تشتغل بعتتها لصديقتها ملكة الاستعراض المسرحي بديعة مصابني وقالت لها يخلي بالك منها لزي بنتي وبالفعل بديعة مصابني كانت نقطة مهمة جدا في حياة تحية كاريوكا اخترت لها اسم تحية محمد وخلتها تعيش معاها في بيتها لأنه كانت سنة صغير جدا كانت خايفة عليها وكانت عايزها دايما تكون جنبها وترعاها لحد سنة 1940 بدأت تكبر وبدأت تشتهر في كازن وبديعة وخلتها بديعة مصابني تعمل الاستعراض هي رأسة الكاريوكا وقدتها بطريقة جميلة جدا ومتميزة جدا وبخطوات سليمة وصحيحة من هنا بدأت شهر التحية واسم تحية كاريوكا يلازمها بعد نجاح رأسة الكاريوكا وبدأت تلفت الأنظار إليها في السينما وكانوا بيخضوها في أدوار صغيرة مثلا مع علي القسطار وفيلم مثلا الدكتور فرحات وخفير الترق أدوار صغيرة جدا لكن كانت النقلة كبيرة قوي في حياتها لما اشتغلت مع النجم الكبير نجيب الرحاني بطولة فيلم لعبة الست سنة 1946 وكان طبعا معهم في البطولة الفنان سليمان نجيب اللي كان بيحب جدا تحية كاريوكا وكان دايما بيكون متواجد معاها وكان دايما ينصحها دي صورة ندرة جدا مع تحية كاريوكا وسام يا جمال مع بديع مصابني لأن كانت دايما بتسأل عليها لآخر لون في حياتها وقدمت أدوار بعد كده وراء بعض بنجاح بعد نجاح فيلم لعبة الست محدش ينسى أبدا أدوارها زي مثلا شباب امرأة سنة 58 اللي تقلقت فيه جدا وقدته باسلوب جميل ودرجة أنها سفرت مهرجان كان بسبب نجاح الفيلم وأخدت جوائز عديدة على هذا الدور وأيضا هي تعددت زوجتها يعني تزوجت حوالي 17 مرة وفيه رقم تاني بيقوله 14 زوج لكن كانت حياتها كلها فيها يعني دور اجتماعي ودور إنساني يعني لمحدش ينسى أبدا دورها دورها الفدائي اللي قدمته لما كانت بتهرب الأسلحة للفدائيين أثناء صورة 52 وأيضا دورها الوطني الجميل لما جمعت تبرعات لتسليح الجيش المصري في كتار الرحمة وجمعت مبلغ كبير جدا حوالي مليون جنيه وبرضو الصورة دي يا جماعة بعد حرب 73 كانت في القصر العيني بتمرد المصابين والجرحة علشان ده طبعا هي كت وطنية ومعروف عنها الدور الوطني وبرضو قدمت أكتر من عمل في المسرح في مسرح اسماعيل ياسين في الأول وبعدين أسست فرقة خاصة بيها مع زوجها الأخير فيز حلاوة وقدمت مجموعة مسرحيات هامة جدا زي روبابيكيا والبغلف الأبريق ويحيى الوفد وشفيقة القبطية وكانت نجحة جدا جدا في هذا المسرح لكن أيضا المسلسلات قدمت مجموعة هيلة من المسلسلات زي نبيع النهر ومكتوب على الجبين وفيلم ومسلسل هو وهي مع السندريلا سعاد حسني وأخذت جوائز عديدة جدا في عيد الفن سنة 1979 ومهرجان القاهرة لكن كان لها دور وموقف كبير جدا لما كان في سنة 87 قانون 103 عملت إضراب في نقابة المهن التمثلية وأسرت أن هذا القانون يتغير أنا جايب لحضراتك صورة لها مع سعاد حسني أثناء إضرابها على قانون 103 القانون ده كان بيخلي النقابة سورية الحكومة هي اللي تتدخل وتشيل مين من النقيب وتحط مين من النقيب فيعني النقابة ملهاش دور هي دي الصورة وقعدت فترة كبيرة جدا مضربة عن الطعام وقعدة في النقابة مش عايزة تمشي أبدا لحد ما فعلا القانون اتغير ووفق الحكومة على أنها لازم تغير القانون ده وليها أعمال بقى كتير جدا هامة زي فيلم أم العروسة قدرت أنها تقوم بقى بدور الأم ودور الأم العروسة اللي بتستعد الجواز بنتها وكان فيلم هام جدا في مسيرتها الفنية وبيعد من أهم مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية لأن الفيلم ده كان بيناقش جوانب اجتماعية مهمة جدا في هذا الوقت وكانت الله يرحمها الفنان تحية كاريوكا على علاقة جيدة بفنانين كتير جدا زي النجمة شادية والفنانة ليلة مراد وبرضو أزواجها حتى بعد ما انفصلت عنهم زي رشد أبوازة كانت صديقة لي وقدمت معاه أكتر من عمل فني بعد طلقهم من بعض وبرضو الفنان محرم فؤاد كان أحد أزواجها لكن يظل الزوج الأخير فيز حلاوة هو علامة مهمة جدا في حياتها بعد ما نجحوا جدا مع بعض في المسرح وقدموا المسرحيات الهامة دي للأسف طردها من الشقة وأنا جاي بسرعة لحضراتكم وهم مع بعض في البيت طردها من الشقة وتزوج بأخرى وحصل بينهم وبين بعض قضايا وأخذ كل فلوسها واستولى على شقتها اللي كانت بتملكها وهنا رفعت قضية وكان المحامي بتاع الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا هو الأستاذ مصطفى عشوب أخو المكير محمد عشوب وكانت القضية خلاص يتحكم فيها رجعت هي قالت له لأ أنا هتنازل عن هذه القضية عشان هو عنده بنت ويعني هو أولى بالشقة وأنا جبت شقة صويرة على قدي قطين وصالة وعاشت فيها وكانت رادية وقنوعة لكن بعد الفترة هو حسب تقنيب الضمير وفي أيامها الأخيرة لما تعبت قوي قوي في الفترة الأخيرة وبدأت اللي هي حالتها تتضهور جاء طلب يزورها ورح بالفعل زرها في المستشفى وبعدين اعتذر لها وقبل إيدها وقال لها سمحيني أنا آسف على اللي عملته وهي عشان قلبها طيب معروف عنها الطيبة والكرم سمحته فعلا ومعروف فعلا القرم عن الفنانة حياة كالرقم من خلال حاجات كتير عملتها يعني مثلا النجمة الكبيرة رجاء الجداوي الله يرحمها قالت لي موقف جميل جدا مرة كانت والدة رجاء الجداوي عندها في البيت في القاهرة فبعدين قالت لها غير هدومك وقعدي معايا بقى نحضر عاشها وكده بعدين جات تمشي والدة الفنانة رجاء الجداوي ما لقيتش هدومها البلط اللي كانت لابسة في الشتاء وقالت لها فين هدوم يا تحية تلاقي بصة نقولك الصراحة في واحدة غالبانة جات وهي تقلوبة نفس جسمك قلت لها هدومك عشان تجوه برد عليها وانا بعدين هبقى جابلك وبرده لها موقف جميل جدا لو حد طالب مثلا ما معاش يدفع مصاريف القلية او عايز يجيب كتاب كانت تديله كل حاجة وتروح تستلف بعد كده تحية كاريوكا النجمة الكبيرة من عم حامد البواب تقول له ديني عشر جنيه عم يجي فلوس فكانت مهتمة جدا بالغلابة وانا جاب لحضراتكم مجموعة صور نادرة الاول مرة بتارض على شاشة التلفزيون في ايامها الاخيرة لما كانت بتروح مولد السيدة نفيسة والحسين ومولد السيدة زينب وتوزع لحمة على الفقراء وكانت تطبخ لهم بإيدها وتوزع لحمة بإيدها ياريت ننزل الصور تصور حصرية لأول مرة بتعرض على شاشة التلفزيون هي هنا هي بنفسها بتقطع اللحمة بتطبخ لهم وتوكلهم بنفسها لانها كانت بتحش جدا بالغلبان واي دور كانت تشتغل وكانت بتصر ان لازم المنتج يدي الفلوس الأول للناس الغلابة وتجبر كل الفنانين ان يخلوا بالهم من الغلابة ويهتموا جدا جدا بان كل واحد يجي يوم من الفنانين الكبار أكل للناس العمال في الستوديو من أكبرهم لأصغرهم هي دي تحية كاريوكا هي رمز للعطاء ورمز كبير جدا لحب الناس وحب الخير للجميع وهي كانت حريصة جدا آخر 16 سنة في حياتها انها تقدي فريدة الحج وانها تعمل كذا عمرة وفي الفترة الأخيرة كانت علاقتها جيدة جدا بالشيخ الشعراوي كانت بتسأله في أمور الدين وأمور الدنيا وكانت خلاص يعني مهتمة جدا بحياتها الأخيرة وكان الشيخ الشعراوي دايما بينصحها في أي حاجة زي مثلا لما لأت على باب الشقة بتاعتها طفلة رضيعة أنا جاب لحضراتكم حتى صورتها قالت للشيخ الشعراوي أعمل إيه مولانا في الطفلة دي قال لها دي عطية الله خديها وربيها دي مفتاحك للجنة وبالفعل سمت البنت عطية الله وعاشت معها في المستشفى آخر هي توفت وكانت الطفلة دي عندها سنتين وكانت هي كل حياتها وقبل وفاتها أوصت الفنانة فيف عبده لأن هي حبيتها جدا مدام فيف عبده لما كانت بتزور الفنانة حاكة ركا وتشوف الطفلة حبيتها أو كانت عايزة تاخدها من أول يوم فلما جات تتوفى كتبت لرجاء الجداوي من تختها لأن كان عليها التنفس الاصطناعي وكانت حالتها في الآخر صعبة جدا كتبت لها فيف عبده لها ملع فيف عبده قالت لها ديها الطفلة عطية الله وبالفعل لحد النهاردة عطية الله الطفلة الجميلة هي عند مدام فيف عبده بوصاية من الفنانة تحية كاريوكة وفي الفترة الأخيرة لما تدهورت حالتها الصحية كان أقرب إنسان لها زي ابنها بالضبط النجم الكبير سامير صابري كان دايما بيسأل عليها كل يوم وكان دايما بيكلمها على طول ويشوفها لو محتاجة أي حاجة كان ما بيتأخرش عنها إطلاقا وآخر فترة لما تعبت جدا كلمت الفنانة رجاء جداوي ويتلاها تعالي خديني عشان أنا تعبانة خديني مستشفى الصفة راحت فعلا مستشفى الصفة وهي نزلة من على باب الشقة بصت كده قدام الشقة ويتلاها زبيني شوية أبص على أرقاني الشقة حتة حتة وركن ركن لأن أنا مش راجعة هنا تاني تلاها بتقولي ليه كده يا خالتي ما تقوليش الكلام ده احنا نروح نزبط الدنيا وتتعالجي وترجعي تاني بيتك قلت لها لأس بيني أنا فعلا مش راجع بيتي تاني وقد كان آخر فترة عادتها في المستشفى كانت تعبانة جدا طلبت من الفنانة رجاءة جداوي بنت أختها قالت لها هاتيلي كل البرفانات اللي في البيت كان بتلاها كل البرفانات وبقت توزعهم على الممرضين والممرضات وكان كتير الناس بتزورها في المستشفى في أيامها الأخيرة من فنانين لإعلاميين لصحفيين وكانت يعني حياتها برضو لآخر لحظة بتوصيهم على الناس الغلابة أنا جاب لحضراتكم صور ليها مع الطفلة عطية الله ياريت تنزل للصور يا جماعة اللي هي كانت كل حياتها وماتت على إيدها وآخر أيام تحكى رجاء دي مع الطفلة صور لأول مرة بتعرض على الشاشة التلفزيون وكانت هي مالية عليها كل حياتها وفيه صورة تانية وهي على طول بتقرأ القرآن في أيامها الأخيرة كانت على طول في طاعة وآخر 16 سنة كانت هي كل حياتها كده صلاة وعمرة دي كانت مالية عليها حياتها جدا جدا وكان الشيخ الشعراوي تمالي يسأل عليها وقول لها أنا لما تبنت الطفلة دي يعني كانت فتحة خير عليها جدا كان يعني الناس كتير بقيت تدعيلها والناس تزورها في المستشفى وكانت وصيتها أن لازم جنازتها تطلع من جامع السادة نفيسة وقدمت حياتها كلها كانت عطاء للناس وعطاء للجمهور وكانت قدمت برضه أفلام كتير في فترة تعابها الأخير يامها الأخيرة زي فيلم التعويزة وآخر أفلامها كان فيلم الجراش سنة 1959 وقدمت أفلام تعد من أهم مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية زي الكارنك وزي فيلم آه يا بلد آه وزي فيلم شباب امرأة يعني لحد دلوقت كل الناس بتستمتع بأفلامها وبتستمتع بأعمالها وكانت حياتها كلها مليئة بالعطاء لآخر لحظة في حياتها والفنانة تحية كاريوكا حياتها كلها كانت عطاء لكن في بقى إشعاعات طلقت على حيات تحية كاريوكا أنها هي آخر أيامها ما كانش حد مهتم بيها أو حد من الدولة بيسأل عليها كان في برضه ناس بتسأل عليها وكانت الدولة مهتمة جدا بحياتها لأن فنانة قدمت حياتها كلها للفن ولحياة الفن توفيت تحية كاريوكا في 20 سبتمبر 1999 بعد تعرضها لجلطة رقوية وزي ما كانت وصيتها أن تطلع من مسجد أستيدة نفيسة بالفعل ده تم وأكتر ناس كانت حزين عليها هي الناس الغلابة اللي كانت دايما بتسأل عليهم وكانت دايما بتكلمهم وتشوف طلباتهم واحتياجاتهم والفن المصري خسر جدا برحيل الفنانة تحية كاريوكا لأنها رمز عطاء ورمز وطني يعني تقلقت في الرأس تقلقت في السينما تقلقت أيضا في المسرح والتلفزيون مفيش فنان قدر يقدم الأعمال دي كلها ولا الحياة دي كلها زي تحية كاريوكا حياتها يعني تدرس بس للأسف المسائسة اللي اتعامل عن حياتها ما كانش كما يجب كان فيه أخطاء كتير وكان فيه تواريخ برضو مغلوطة كتير ما تقدمش بالصورة اللي تستحقها تحية كاريوكا تقدم بصورة تجارية أكتر من الحياة الحقيقية اللي كانت هي متميزة بها سواء الأعمال الدينية الخيرية اللي كانت بتعملها أو أدوارها الخيرية أو أعمالها الاجتماعية نفيش فنانا قدرت اللي هي تقدم كل الحياة دي والمسيرة دي زي تحية كاريوكا فنانا مش هتتعود أبداً وهتفضل دايماً رمز للعطاء ورمز للجدعانة ورمز للشهامة فيه ناس كتير حاولت تقلدها أصلاً بعد وفاتها عايزين يمثلوا أدوارها ويعملوا قصص شبه الأعمال اللي هي قدمتها لكن تحية كاريوكا هي نجمة واحدة مجازة إياها ولا هيجي تاني في السينما الشكل ده واللون ده والأسلوب ده هي فعلاً كانت عصبية شوية في حياتها لكن كانت قلبها طيب جداً جداً ويعني عصبيتها اللي كانت معروفة عنها دي كانت لأنها ما بتحبش الغلط ما بتحبش تمشي بالطريق المستقيم الطريق الصحيح عشان كده تزوجت 14 مرة لأن ما كانتش تقبل أبداً أي علاقة أو أي حاجة غير شرعية تحية كاريوكا هتفضل رمز للعطاء ورمز فني مشرف وهتفضل دايماً عايشة في قلوب كل الجمهور العربي والمصري واتمنى جداً أن يرجع تاني مهرجان أو عيد الفن ونكرم نجمنا الكبار اللي قدموا حياتهم للفن ومن أجل الفن واتمنى مهرجانات مهرجان الكاهرة السينمائي أو مهرجان اسكندرية والمهرجانات الموجودة حالياً يعني تكرم نجمنا الكبار اللي ما خدوش حقهم بعد رحلهم أو في حياتهم الأخيرة فاتمنى معانا اتصال دلوقتي مدام موني أهلاً بك أهلاً بك يا سيزمى أهلاً بحضرتك إزاي حضرتك عاملة إيه أنا بخير الحمد يا ترى امتبعنا من الأول أهلاً أنا متفق على الحلقة ومتحبها سابق حلقتك جداً مرسي ومتبعنا من الأفلام جفعك مميزة الله يخليك يا ترى إيه أجمل الأفلام اللي بتحبها للفنانة تحية كاريوك بص لديها كذا فيلم جميل فيه شباب أسرأة أو ثمارة وأم العظوصة آه طبعاً جميل جداً وفيه كمان لعبة السحر معنا جيب الرحيم آه فكل أفلام بصراحة مميزة آه يا ترى حضرتك بقى بتحب يأنهي مرحلة في حياتها المرحلة الأولى ولا مرحلة النضوغ ولا حياتها الأخيرة لما كانت بتأدي دور الأمة على الشاشة زي ما قدته في الحياة لأ حياتي هي بتأدي دور الأمة آه آه بشكرك جداً مدام موني على مكالمة حضرتك ودايماً كده تكوني متابعنا باستمرار مرسيل حضرتك آه يعني أكتر الناس بتميل أول في المهم مع نجيب الرحاني لأنه كان فعلاً نقطة انطلاقها وكان فيلمه مميز جداً جداً آه في مسيرتها الفنية إحنا معنا اتصال تاني آه آه لا تمام آه فيلم بقى الفتوة كان مع النجم الكبير فريد شاوئي الفيلم ده اللي وقعه لأن وقتها تقريباً ده أول بطولة للفنان فريد شاوئي كان قدم دور يعني الرجل الفلاح البسيط اللي لسه جاي للقاهرة آه فكان دور علامة ونقلة مهمة جداً في حياة الفنان فريد شاوئي وكان من أقرب أصدقاء الفنانة حياة كاريوكا النجم الكبير فريد شاوئي فريد شاوئي قدم معها أعمال هامة جداً ده طبعاً الفيلم العظيم آه يا بلد آه فيلم كان من أصعب أدوار الفنانة حياة كاريوكا وكانت فيه في نضج وفني وقدمت مشهد رائع جداً اللي كان بيجمعها معاه يوم رأس السنة المشهد ده يعتبر مستر سين ويعتبر من العلامات وبصمات في السينما المصرية وبرضو دورها كأم يعني قدمت في الفترة الأخيرة أدوار أم كتير كان كل دور مختلف عن الدور اللي قابله مفيش دور أبداً شبه التاني لكن بيظل فيلمهم منعروسة لحد دلوقتي أنا قريب كنت بكلم النجمة ساميرا أحمد قالتلي اللي هي كان الفيلم دوت كان حالة حب بينهم حالة يعني متجمعين كلهم بيقدوا دور كأنهم فعلاً بصدق لأنهم كانوا فعلاً بيحبوا بعض كانت هي زي أمهم كلهم كانت تسأل على العامل تسأل على أكبر فنان الأصغر فنان للعمال في البلاتون وقالتلي برضو حاجة جميلة الفنانة ساميرا أحمد أن كانت بتجمع من الأبطال وكل الفنانين المنتج والمصور والفنانين كلهم مبلغ مالي وتديهم في ظرف صغير للعمال اللي بتخدم أو بتساعد في الستوديو كانت أكتر فنانة حريصة فعلاً على الناس الغلابة معنا اتصال من الفنان عادل أنور أهلاً وسهلاً بحضرتك يا أستاذ عادل أهلاً بيك يا أستاذ معتز وأهنيك على البرنامج الجميل وعلى وجودك وعلى مصبرتك وعلى يعني أنت فعلاً دقوب وفي أنك أنت تجيب المعلومة الصح وتاريخ حياة الفنان الصح أنا بشكرك وبهنيك وببارك لك على وجودك في قناة الصحة والجميل أشكر حضرتك على الكلام الجميل ده ده شهاد أعتز بيها أشكرك جداً لا أنت دي حقيقة أنا أنا أعتز بيك يا معتز الله يخليك يا أستاذ عادل يعني جميل ومثقف وفاهم وبتدور على الحقيقة دايماً في حياة كل فنان بشكرك جداً الفنانين اللي أسروا في حياتنا الله يخليك النهار ده حلقتنا على النجمة تحية كاريوكا وحضرتك كنت متعاون معها في مسلسلين كلمنا عن ذكرياتك الجميلة مع النجمة تحية كاريوكا الفنانة تحية كاريوكا دي حاجة جميلة جداً وأنا بعتز أن أنا في يوم من الأيام مثلت معها في يوم من الأيام كانت قريبة مننا جداً إحنا جيلي الشباب الجيل اللي هو كان لسه في التمانينات بيبتدي لا كانت بتمدلنا أديها كانت حريصة جداً على أنها تخلينا نعم كانت متعاونة معاكو جميعاً كشباب لسه مبتدئ كشباب لسه بيبتدي وبنحبه في طريق الفن وكانت كمان قريبة طبعاً من الفنان وأسطورة الكوميديا وأيطونة الكوميديا إسماعيل ياسين طبعاً اللي أعلاقتي الأسرية به طبعاً طبعاً في الستينيات تحية كاريوكا من خلال هذه الرقصة لأن قدتها بطريقة مختلفة ومتميزة ما حدش قدر ينفيذها أبداً في رقصة الكاريوكا بالضبط بالضبط كده يعني عملت شيء مميز وحطت بصمة جديدة عند الرقصة بتاعتها دي اللي هي كانت السبب في شهرتها يعني والحد دلوقتي ما حدش قدر ينفيذها كراكصة أو كممثلة أو كإنسانة كانت حياتها مليئة بالأحداث لا دي قمت تحية دي يعني 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 عايزة أقولك يعني ملحمة وسيرة فعلا وسيرة فنية عظيمة جدا وستة كانت صريحة وكانت واضحة وكانت معطاقة كريمة بتاعد الضعيف بتاعد الغلبان بتاعد كل الفئات يعني إيه لو في جبها خمسة جنيه ولقيت تت غلبانة تديها خمسة جنيه فعلا فعلا تقولك ربنا هفكر صديق رليه صح كانت حياتها كلها عطاء وحب للناس وحب للناس كلها الغلابة وكانت متعاونة مع الجميع الأستاذ عادل أنور أنا بشكر حضرتك جدا على المكالمة الجميلة دي أسعدتنا ونورتنا في برنامجنا حكايات فنية بشكر حضرتك جدا مشاهدين الكرام للأسف وقت حلقتنا خلص انتظرونا لأسبوع القادم من حكايات فنية مع معتز سعد بشكركم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر